بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الرابع مرحبا بكم في قناة الدرس إنجليزي مع مستر عوض ربيع يارب تكونوا بخير معكم مستر عوض ربيع إن شاء الله النهاردة هنحل من كتاب المعاصر الترمي الثاني الوحدة السبعة الدرس الأول صفحة عشرين وواحد وعشرين بشكل الناس اللي بيدعمونا من اللايك والشير والمنشير الجميل والتعليقات الجميلة هل بنشوفها بنحب بنشوفها دايما واللي بشوفنا الأول مرة بننساش يفعل الجرس واشترا في القناة عشان يصلي كل ما هو جديد يلا بينا معانا السؤال الأولاني لسن اسمع عن السركل the correct answer from A, B, C or D نمر 1 زنيل النيل is not river in the world longest الأطول shortest الأقصر weightest الأعرض smallest الأصغر longest رقم 2 زنيل النيل has not plantages فروع in Egypt الذي كان فرع في مصر 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 2 رقم 3 زنيل النيل is very يكون أقلي قبيح حرم في الدار يسلس بلا فائدة important to him ومهم important رقم 4 زنيل النيل نقط ليف الحياة to the whole of Egypt لكل مصر تشيكس بيفحص travels يسافر سنكس يفكر برنكس يقلب ويحضر برنكس بعد كنا معانا السؤال رقم 2 تشو the correct answer اختر الإقابة الصحيحة نمبر 1 زنيل النيل كروكدولي تمسح النيل is one of the largest واحد من أطول إنسيكتس الحشرات ولا ريبي طايلز الزواحف ولا بلينتس الكواكب ولا فورسز الغابات ريبي طايلز نمبر 2 زنيل النيل is not for different kinds of Egypt لمختلف الأسماء هوم موطن شوك يعني صدمة بلوك عمارة أبارتمنت شقة هوم رقم 3 that's the very high ايه اللي بيبقى عالي I can't climb it لا أستطيع أن أتسلقه ريفرنا ديزرت الصحراء تيرتلس الحفاء ماونتين جبل ماونتين جبل رقم 4 هوميني كمعرض نوع does the nail have اللي لدى من نهر النيل التو برانتشز فرعين ستريفز الشوارع ليكس بحيرات برانتشز فرو أنيمال زحيونات برانتشز بعد كنا معنا سؤال رقم 3 read اقرأ and complete اقرأ وكمل النص عندك كلمات في البوكس زي shortest الأقصر clean نظيف important هم أو مهم earth برانتشز الأرض لغول فرمار الفلاحون كروب إزراء كروب محصين نير بالقرب من نهر النيل زنايلي نير is the longest الأطوار river in the world الأطوار أنهر العالم is 6,670 كيلومتر long that's like مثلا traveling وكأنك هتشافر to the center of إلى مركز الأرض it's very important إنه مهم for people's life لحياة الناس we must keep نازم نحافظ على زنايلي النيل river 9 نهر النيل clean نظيف بعد كده معنا السؤال رقم 4 ريال اقرأ زا تكس النص and answer زا كوانش ويجاوب على الأسئلة حاول تفهم معنا القطع كده يقول زنايلي النيل is the longest river هو أطوار أنهار العالم زنايلي النيل has لليه two practices فرعين it brings حقيق life الحياة to Egypt إلى مص there are many people في كثير من الناس leaving يعيشوا نير بالقرب بين نهر النيل زنايلي النيل is 6,670 kilomètres long that's like مسلا traveling to the center of the earth إلى مركز الأرض زنايلي النيل is the home mountain for different المختلف kindness of fish لأنواع الأسماك birds الطيور turtles السلاحف زناي الكروكودال تمسح النيل leaves بعيش in it به it helps we start farmers to grow no may grow mini crops الكثير من المحاصيل for people to eat لكي يأكل give us يدي نهوطر مياه لكي نشرب ها cook نطبخ بها and have shower وناخد كمان دوش بها the correct answer اختر اجابة صحيحة number one the general idea الفكرة العامة او تكس النص كانت عن the pyramids the 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 مجموع رقم بي جواب على هذي الاسئلة نمبر ثري سورايز لخص النص في جملة واحدة ان اللخص نقول اهمية امزا ريفر ناين اهمية نهر النين رقم فورد ما هي الحيوانات اللي بتعيش انزا نايل بتعيش في النين اللي هو زنايل كروكوديل تمساح النين بعد كده معنا السؤال الرقم فايف بونك تويت علامات الطبقين بداية الجملة نعملها كابتا في الاخر نعمل كويتشا مارك علامة استفهام لانها بلقى باداية استفهام بعد كده معنا السؤال الرقم 6 اكتب باراغراف اكتب باراغراف من 18 كلمة عن زنايل جايب لك ممكن جايدنج المنتس عناصر مساعدة زي هاو ميني برانتشيز كما عن الفروض لزنايل هاو جايب لك كمان واجي اي مهم واجي اي بعد ده او كمان باراغراف 문제 اي اي او لم تعد اي اكتب باراغراف زنايل النيل Sleep is the longest rubber هو أطول أنهار العالم ويوجد انتعينا من حل 21 21 من كتاب المعاصر للصف الرابع الابتنائي بشكر كل من بتابع قناة الدرس انجيزي مع مصر عوض ربيع